بظل انتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا تطرح الكثير من الأسئلة الملحة ومنها عما إذا كان ممكن التبرع بالدم وهل هو آمن؟ فما هي الطرق الصحيحة والآمنة لتلقي والتبرع بالدم دون التعرض لخطر الإصابة؟ للمزيد تنضم إلينا الدكتورة هند لحميدان استشارية أمراض الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض دكتورة صباح جلاب الخير صباح الخير اليوم في ظل فيروس كورونا تحديدا أنتم عادة لا تستقبلون مثلا أو لا تنصحون بمرضى السكر أن يتبرعون بالدم أو من لديهم أمراض مزمنة غيرها ماذا عن من أصيبوا بفيروس كورونا؟ هل ينصح بنقل دمهم إلى أشخاص لم يصابوا؟ صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير على مشاهدين العربية طبعا إحنا سلامة الدم دايما هاجس بالنسبة لنا المتبرع هو شخص سليم لا يعاني من أي أمراض الإصابة بفيروس الكورونا جديدة على المجال الطبي يعني كل يوم بيطلع شيء جديد كل يوم نتعلم شيء جديد إلى الآن لا ينصح الشخص اللي أصيب بالكورونا بالتبرع كمتبرع طوعي ولكن إحنا بدأنا دراسة نجمع البلازمة من الأشخاص اللي تعافوا من الكورونا لأعطاءها للمرضى اللي حالتهم يعني أصيبوا بالكورونا بس حالتهم صعبة على أجهزة التنفس والعناية المركزة لبلازمة تحتوي على الأجسام المضادة اللي تساعد على شفاء المرضى سريعا فهذه ليست تبرع طوعي هي دراسة قيد الدراسة لجواب على سؤالك متبرعين الكورونا ليسوا يعني حتى اللي تشافوا ليسوا متبرعين طوعيين إلى الآن ولكنهم نستفيد منهم للأجسام المضادة اللي هي قيد الدراسة طيب هل من شروط معينة للتبرع بالدم الشروط هي يعني شخص يكون يتمتع بصحة جيدة ما أصيب بأمراض وليس عنده أمراض مزمنة ويكون بين 17 سنة و 65 سنة بالعمر وما عنده فقر دام ولا مرض بالقلب ولا سكر كما ذكرتم وتكون نسبة الهيموغلوبين أكثر من 12 ونص إلى 13 ونص بالنسبة للرجال فهذه هي الشروط بالنسبة للتبرع شخص سليم يعني إضافة اليوم يعني أنه بفحوصات كورونا هل تفحصون هذا الفحص أيضا لمن يريد أن يأتي تسألونا لأن البعض ما عندهم أعراض الإصابة بكورونا فهل الفحص كورونا جزء أيضا من فحوصاتكم لقبول الدم حاليا ليس هناك فحص للكورونا للمتبرع ولكن نحن يعني في سلسلة من الإجراءات بالنسبة للمتبرعين أول شيء قبل دخول مركز التبرع قياس الحرارة وتوجه أسئلة للمتبرع عن تاريخ السفر وإذا تعرض إلى شخص مصاب بعدين في يدخل غرفة التبرع في أسئلة كثيرة يعني يسألها المتبرع إذا ما عنده يعني ما عنده الإصابة ولا تعرض إلى شخص مصاب بالكورونا فتستمر إجراءات التبرع وما يكون عنده حرارة طبعا تقاس درجة حرارته ولكن إلى الآن لا يوجد فحص مخبري للكورونا بالنسبة للمتبرعين بالدم الفحوص المخبرية هي للأشخاص اللي يعتقد أنهم يعني تعرضوا إلى خطر الإصابة بالكورونا وليس للمتبرعين نعم طيب دكتورة ما بين يعني ما بين كل تبرع وتبرع هل في مدة زمنية معينة إذا كان تبرع بالدم أو مثلا صفائح الدموية نعم بالنسبة للتبرع في نوعين التبرع الدم الكلي الهول بلود شهرين بين تبرع وتبرع على أن لا تزيد عن خمس مرات في السنة أما بالنسبة للصفائح الدموية اللي نجمعها بطريقة الفريسس بربط المتبرع بجهاز وممكن المتبرع كل شهر يتبرع طبعا كل مرة قبل التبرع نحن نفحص نسبة الهيموغلوبين ونتأكد أن الفحص سليم والمتبرع سليم لأنه ما نريد أن نعرض لا المريض إلى خطر ولا المتبرع إلى خطر إذا في أي شيء في فحص الدم غير سليم فيستبعد المتبرع بعض المتبرعين اللي هم منتظمين على التبرع يصير عنده بعد فترة نقص بالحديد فإذا اكتشفنا أنه الهيموغلوبين نقص نوقف المتبرع وننصحه أنه يبتدي على حبوب الحديد بس بسرعة ما كل شهرين ماذا أستفيد أنا كمتبرع؟ يعني ليش أتبرع أنا كل شهرين؟ ما الذي يفيدني هذا الشيء؟ غير الناحية الإنسانية دكتورة نعم طبعاً الناحية الإنسانية هذه يعني عطاء ليس بعده عطاء يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى يعني هي أكبر عطاء وأنبل عطاء ممكن يقدمه الإنسان للأخو الإنسان لأنه ينقذ حياة المريض بالنسبة للفائدة الصحية في دراسات كثيرة أثبتت فوائد صحية للمتبرع خصوصاً للرجال أكثر من النساء لأنها تخلصت جسم من الحديد الزائد بالدم زيادة الحديد بالدم إلها مضارع الأوعية الدموية في دراسات أثبتت المتبرع المنتظم بالتبرع قل عنده الإصابة بالجلطات القلبية والجلطات الدموية كذلك في دراسة أثبتت حتى قلة الحديد يكون المتبرع معرض إلى إصابة بالسرطان لقدر الله أقل من غير المتبرع طبعاً نحن نحكي عن المتبرع المنتظم بالتبرع الانتظام بالتبرع هذا لماذا تمنعون المرضى السكر أو المرضى القلب ألا يفيدهم ذلك التبرع لا لا يفيدهم لأنه هو يعني أصيب بالمرض فإحنا نخاف من مرضى القلب ممكن يتعرض إلى خلال التبرع يعني إلى مضاعفات مرضى السكر اللي يعني كمان ممكن تكون عندهم مضاعفات خصوصاً اللي كانوا على إنسلين أول كان الإنسلين من مصدر حيواني فما كنا ناخذ نخاف أنه ينقل أمراض للمريض ولكن الآن الإنسلين صار غير حنوامني مصنع فقسم المرضى السكر اللي صحتهم جيدة وما عندها أعراض يعني ممكن يتبرع شروط التبرع تتغير كل ما تطلع دراسات علمية جديدة طبعاً طيب بالتالي نحث الناس أنهم يتبرعوا بالدم لأنه في فئة معينة من المرضى بحاجة مثلاً للدم دائماً نعم من كل عشرة مرضى يدخلوا المستشفى في مريض يحتاج نقل دم خصوصاً مرضى الأورام والسرطان مرضى زراعة الأعضاء مرضى فقر الدم الوراثي مثل السيكل سيل اللي هي الأنيمية المنجلية الأنيمية البحر الأبيض المتوسط المرضى اللي يعانون من فشل في نخاع العظم في كثير من المرضى تعتمد حياتهم على نقل الدم كذلك المرضى اللي يتعرضون إلى حوادث حوادث السيارات وغيرها أو النساء خلال عمليات الولادة إذا صار عندهم لقدر الله نزيف من غير نقل الدم حيات المريض تكون فيه خطر من كل عشر مرض يدخلوا المستشفى مريض يحتاج نقل الدم دكتورة قبل أن نذهب إلى أسئلة المشاهدين أنا في سؤال دائماً يؤرقني في بعض الأحيان نسمع أنه فيه نقص بالمخزون مخزون الدم كيف يقاس هذا الأمر لديكم وبالتالي شلون تحثون الناس حتى يتبرعوا بالدم فترة التخزين نعم مخزون الدم هو هاجس لكل مستشفى طبعاً يعتمد على المستشفى الكبيرة مثل المستشفى عدنا في الرياض مستشفى ملك فيصل التخصص هي مركز الأورام وزراعة العضاء مخزون لازم يكون كبير والاحتياج كبير في مستشفى المخزون يكون أقل حسب نوع المستشفى ولكن المخزون هو الهاجس يومي بالنسبة لنا السبب أنه الدم له فترة وينتهي صلاحيته طبعاً عندما نجمع من المتبرع نفصله نفصله إلى مكونات الدم كل مكون له عمر افتراضي والدم للأسف لا نستطيع تصنيعه ولا نستطيع نشتريه يعني ما هو دواء يشترى هو يعتمد على المتبرع صحيح فبالنسبة للخلايا الحمراء 42 يوم عمر الخلايا الحمراء الكيس وبعدين إذا ما استخدم يرمى الصفائح خمس أيام إلى سبع أيام البلازمة هي التي تستمر تقريباً من فرزة لمدة سنة فإحنا يومياً لازم نوفر متبرعين سليمين حتى نزود المستشفى بمخزون من الدم فهذا السبب المخزون مهم نذهب إلى أسئلة متابعينا على مواقع التواصل أول سؤال عندنا دكتورة ما سبب نقص الحديد في الجسم سبب نقص الحديد هو سببين أما الجسم يفقد دم نزيف معظمها تكون نزيف مزمن أكثر شيء عند طبعاً للبنات مع الدورة الشهرية إذا كانت الدورة هذا أكثر سبب شائع إذا كانت الدورة كمية النزيف كبيرة فيصير شهر عن شهر نقص بالحديد والسبب الثاني هو غذائي يعني الشخص غذائي يكون خالي من الحديد أو قليل بالحديد فهذه السببين دكتورة هل التبرع بالدم يؤدي القدرة على الوقاية من الحماية من الكوليسترول وكذلك الجلطات الدماغية تنصحون كم الفترة للتبرع ثلاثة شهور أم ستة شهور بالنسبة للتبرع كما ذكرت في دراسات أثبتت أنه يقلل من الجلطات بصورة عامة خصوصاً جلطات القلب وممكن تكون الجلطات الدماغية أما بالنسبة للكوليسترول إلى الآن ما في دراسة تثبت أنه يقلل الكوليسترول التبرع هو كل شهرين كل شهرين وليس ثلاثة شهور لا تزيد عن خمس مرات بالعام حل طيب عندنا سؤال ثالث لدي صديق يعاني من مرض هيموفيليا كما قال الدكتور عراض هذا المرض وسببه وهل هو وراثي؟ نعم مرض الهيموفيليا مرض وراثي يكون يعني ينتقل بالعائلة يعني يكون فيه نزيف عدم تجلط بسبب نقص فاكتر ايت اللي هو يمنع التجلط طبعاً مرض الهيموفيليا ممكن يحتاجون بفترات اللي يتعرضون فيها للنزيف ممكن يحتاجون نقل دم ولكن الهيموفيليا تعالج بنقص الفاكتر ايت نفسه يعني فيه دواء هو ريكمبيننت فاكتر ايت ينعطى لمرض الهيموفيليا بس هو مرض وراثي دكتورة ما أسباب التهابات الدم؟ التهابات الدم لها أسباب عديدة يعني كلمة التهاب دم يعني كلمة كبيرة يعني ما أقدر أحصرها إلك التهابات الدم بس هي عادة من تنخفض المناعة بسبب مرض معين عند المريض خصوصاً مرضى السرطان اللي هم يأخذون العلاج الكيميائوي تنخفض المناعة عندهم أو مرضى الزراعة فيصير عندهم فرصة أو الأمراض المزمنة يعني أو كبار العمر مع الأمراض المزمنة يصير عندهم فرصة التهابات الدم فالتهابات الدم كثيرة وأسبابها كثيرة بس هي تكون بسبب مضاعفات بسبب مرض معين طيب عندنا آخر سؤال قريبتي أصيبت بمرض حمى الضنك ولم تشخص إلى متأخر وأنها في غيبوبة لأن جهاز المناعة أصبح ضعيف جداً ومنومة بالعناية المركزة هل يوجد علاج فعال القضاء على هذا الفيروس أم لا؟ والله هذه بالنسبة للحمى الضنك توجه للأخصائين في هذا المجال يعني هذا ما هو مجالي بس أكيد فيه علاجات موجودة طبعاً علاج الفيروسات هو أصعب من علاج البكتيريا يعني ولهذا إحنا بالكوفيد 19 بنعاني يعني إلى الآن العلاج لا يوجد علاج معروف والله يا دكتور نستفشر خير إن شاء الله يقولون كل يوم الثاني دكتورة هل هذه الأدوية التي تستخدم لعلاج كوفيد 19 هي على الأقل حتى أن لم تشفي المريض هل تصيب بأعراض جانبية على المدى البعيد؟ كل دواء له أعراض جانبية ما في دواء ما له أعراض جانبية فيه أعراض جانبية على المدى القريب وفيه أعراض جانبية على المدى البعيد يعني بالكوفيد 19 نحن نتعلم كل يوم لأنه مرض جديد والفيروس جديد فما فيه شيء الآن نقدر نقوله الدراسات كل يوم تطلع فيه آلاف الدراسات قاعدة نعمل فحتطلع الدراسات وحتبين بس معظم هذه الأدوية ما أعتقد على المدى البعيد لها آثار جانبية طيب بس يعني بعشر ثواني دكتورة الفيروس يعني كورونا هل يغير شكل الدم خارطة الدم بالنسبة للجسم؟ إلى الآن لم يثبت أنه فيروس كورونا يعني حتى ينتقل بالدم إلى الآن لم نثبت أنه ينتقل بالدم هو ينتقل بالتنفس بالدروبلتس صحيح نود أن نشكرك إلى الآن لم يثبت فيمكن بالمستقر يطلع شيء إن شاء الله نود أن نشكرك على وجودك معنا دكتورة هند الحميدان استشارية أمراض الدم في مستشفى الملك فاس شكرا لك شكرا لك شكرا لك